اشتركوا في القناة الفين وعشرين حضراتكم هتتفرجوا عليه دوت حصل مباشرة اثناء البث بتاعنا على شبكة نيمو اللي العنوان بتاعها قدام حضراتكم على الشاشة تقدروا تنضمولها في اي وقت ويريد تنضمولها وتعملولنا فولو عشان هيبقى فيه احداث خاصة سينمائية هتتعمل ان شاء الله بإذن الله بالاضافة للمناقشات الشبه يومية اللي بتدور حوالين كل الجديد في عالم السينما وتعالوا كده نتفرج مع بعض ايه اللي حصل انا اعيد واكرر موقفي من الجوائز هذا العام صعب اوي جايزة تقفلني صعب اوي 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 ترشيح ينرفزني الا لو راحوا في الحاجات الاوبيوس اوي انا مش شايف ان السنة دي فيه افلام دخلة لأي دواعي سياسية او حزبية او حشدية او او حاجات زي كده كل الافلام كويس حقيقي كل الافلام موسيبين جويس كويس انا بشجع مين انا بشجع دينيرو حتى وانعارف ان هو احتمال كبير او الاحتمال الارجح ان هو مترشحش انا بشجعه وبشجع دي ايرش مدل وبشجع مينتين سيفنتين وبشجع جوكر في افضل ممثل وافضل موسيقى تصورية وبشجع سوري وبشجع لورا ديرن في افضل ممثلة مساعدة وبشجع البتشينو في افضل ممثل مساعد ايه ده هنشتغل هنشتغل ولا ده سكرين سيفر ولا ده سيفن دي مية ولا سيفن الحمدول اللي احنا تمام هو كله مسود اقول لا يلا نولعها شوف يا جدع هناك بيزبطوا الاضاءة ازاي ايه وانا طلع عيني وفي الاخر طلع محمرة برضو وطلع محمرة عشان هم خلو شاشة حمرة سبورتنج اكترس ماشي لورا ديرن بس وحب او بصوت بس خلاص حد تاني عوزي ان اأمن عليه سكارلت جوهانسون في جو جو راو ماشي سكارلت كده ممكن تترشح مرتين او غالبا حد تترشح مرتين لورنس بيو 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 ومارغو رابي في بومشيل حسنا ايه كاستشم ديزاين عوزين نامين عوزين دي ايرش ما شكرا اما زي بيقولوا بيسكتوني بدري بدري خد اللي انت عوزه وقعد ساكت جو جو رابي جو رابي exploding جو كور جو كور فورد vs فراري جوكر توقع طاهم بارح ومع ذلك في هوليو فورد vs فراري جوكر في هوليو ومع ذلك في هوليو ومع ذلك في هوليو ومع ذلك في هوليو فورد جوكر 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 انا عندي واحد بشجعه في الافلام الاجنابي. ده انا مهتمة اكتر ما كنت متصور. شفتش حاجة منهم برضو. كنا عملنا نشر عن الحاجات دي مرة في افلمن ديت مشارك فيها انتاج مغربي تونسي حاجة زي كده مش فاكر اوي. عاوزين التلاتة الكبار المضمونين. الاتنين بتوقع ايرشمان من فضلك. ماشي. مش هنهزر ها? بس خلاص. حاجة في منتهى التسييس اللي بيرضي الجميع الجميل. هات المدرب من الاهلي والمدير الفني من الزمالك وخلصت. حدت بقلش? حد زعلان من حاجة لغاية دلوقتي? انا مش شايف اي نوع من انواعي البقلشة حتى الان. مفاجأة فلورنس بيو مكان مين? هتقوليش متقول لا كريستيان بيل حيرشحوه ليدنج مش حيرشحوه سبورتين. او بمعنى اصح البروديوسرز بتوع فورد فراري رشحوه ليدنج مش سبورتين. لغاية دلوقتي مافيش بقى لاب شو. اي اي ا ا ي ا 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 زوbur بيكلم في بتاعه ده في فيجوال افاكتز لسه ماجاش مجالة قليل او ا 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 انا ا معطرد اني مافيش حد من فيلم دالايETHاوس او ا انا ماشوفتوش فمش اتفرجت على واحد منهم ده اللي اتفرجت عليها مش هعارف هو حلو ليه بصراح اتفرج واقول يا جماعة هو شكله حلو هو لازم يكون جامد ولا فهمت اي حاجة لك فيلم دوكيمنتري عادي موت فورسامة ده فيلم عربي برضو سوري لو انا فكر صح مش متابقة يا الله على البركة انا موافق اقترش حدي كلها عاوزين الوقت بتاعنا كان اسمه ايه تانى والنبي دوس هوريمينت برازاي تفاهمينه دوس هوريمينت بقى والنبي ماشي دوس هوريمينت هونجري نورث ماسيدونيا نورث ماسيدونيا لميزراد فرانس موسيقى فرانس فرانس وفرانس فرانس فرانس برناباشت بقلش زعلت له والله برناباشت بقلش جوجو رابت جوجو رابت والله ليه تمثيل محترم جدا فرانس كبه زراف مادي يف reptانس السؤال هو هل ممكن يرشحوا ناينتين سفنتين؟ هل ممكن يرشحوا ناينتين سفنتين؟ هايل جو جو رابيت ها شعر نفس اشوفه جوكر هايل صعب ناينتين سفنتين مش اي حد يفهم دور الإيريتنج فيه بصراحة ناينتين سفنتين و جوكر دول اللي يهمونا جوكر جوكر يالله ادي اول واحدة هو شكرا بس خلاص مهي مناش حاجة تاني كلام جميل ناينتين سفكتس ادي بتاعت اند جيما هيا ان شاء الله بس خلاص بس خلاص ايرشمن ايرشمن ناينتين سفنتين واو و ستار وارس حلو اوي كلام دا لغاية دلوقتي ايرشمن انا تمام جدا ناينتين سفنتين تمام جدا جوكر تمام جدا و طبعا وان سبقان و طبعا وان سبقان ميكاپ و هيرشتايلن جوكر جودي مليفسنت ميسترس ايبول كميكاو 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 جرار باطلر لافور رجعلي ثانية لازم يجيلي بأي شكل من الاشكال لازم ينكد علي بأي صورة نتفلكس نتفلكس عمله شغلي رجعه ب که شغلي خلاله لبثارين من فروزن 2 و 클�arreف خلاله بعد كميكاو صورة کوظشوجان أدابتت ستيفن زيليان كوينتن تارنتينو شكرا جوجو عمل شغل جامد قوي مفاجئ تاريخ فيلپس وتسكوت سيلبر هذه مغلقة مختلفة تاريخ 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 جروج حبيق أقلشو برعجل والدوى اببتتها يانا ريسود اوفا انا لابستهم على بعد اولي ناد مغلقت قائد ريان جونسون باري انترسين سوپر انترسطن وانس اپون اتن كلام جمي دينيرو يس او نو بس ده كل اللي يهمني الباقي كله معروف ده ندرس فتح كلام مفاجأة طب الحمد لله الرجل عدى يبقى مفيش دينيرو خلاص متوقع فاشخة طبعا ووهو الكل طبقلش سكارلت يوهانسون ماشي احنا عوزين سكارلت يوهانسون وعوزين ريني زلويغر سكارلت يوهانسون مترشحه مرتين مرتين ريني زلويغر شايت حيبقى ملاشو ريني وريني زلويغر بقى ملاشو اكوا فينا سام منداز مارتين سكورسيزي مارتين سكورسيسي مين تاني توت فيلبس السؤال كله على توت فيلبس ووو سام منداز كوينتين تارانتينو وانس اطوانا تاين وانس اطوانا تاين كوينتين تارانتينو فاضل مي بارسايت واند بارسايت بانجون هو حيوصلوا عشرة ولا لا ده السؤال كام هنعد مع نفسنا واحد اتنين تلات اربعة بسرعة عشان اي وجعتني برادلي كوبر بوتجوسر في جوكر خمس ست سبعة تمانية ممكن نوصل عشرة المرة دي واند بارسايت يبقوا خلصوا تسعة بس اللي ترشاها يتهيالي جوكر في الليد يتهيالي جوكر في النومينيشنز في الليد عشرة ترشحات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة الجوكر مع عشرة ناينتين سفنتين مع كام تمانية لأ تسعة تين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة جوكر جوكر ما سيطر سيطرة فظيعة مبروك جوكر فانز ترشح لكل الحاجات الممكنة في الدنيا ما تبقلش في ولا جايزة عشان الناس بتوع السياسة تهمد شوية وتهدى شوية كده الاوسكار بقى حلو خلاص لوبيتان يونج اهو ما فيش ترشيح عشان خطر الريس وعشان خطر التمثيل وعشان الكلام ده كله بقلش ولوبيتان يونج وبقلش واكوفين اه انا غلطت انا بتكلم انا قلت مش اي حد يفهمها انا اكتشلي مش اي حد يقدرها يعني خدوا بالكم فيه فئات كتير قوي زي ما الراجل الرئيس الاكاديمية وضح في البداية النقطة بتاعت ان الترشيحات بتاعت الاوسكار بتتم على يد البييرز على يد الناس اللي بيشتغلوا نفس شغلتك جزء من ده بيضمن قدرتهم على رؤية التمكن في الحرفة وجزء تاني كبير جدا هي درايتهم بما يدور خلف الكواليس يعني ده انا قريته كان فيه ارتكل مهمة جدا شرحت الموضوع ده لما كانوا بيبرروا ليه بوهيمين رابس دي يكسب باست ادتنج مش عشان الحرفة اللي موجودة في اللي موجود قدام الشاشة ولكن عشان الناس اللي جوه الاندستري عارفين الاندتنج بتاعه كان متعب ومرهق ومؤرف قد ايه لدرجة ان فيه ناس عارفين داريين بمواطن الامور يعني كانوا بيقولوا الماتيريال اللي تواجدت تحت ايد الاندتر لو راحت لاغلب الاندتر اللي في الدنيا ما يعرفوش يطلعوا منها فيلم ما يعرفوش يطلعوا منها فيلم فالعمرو ده كان انجاز نفس الموضوع فالناس الاندتر اللي عارفين بواطن الامور في ناينتين سيفنتين ممكن يكونوا شايفين ان الموضوع ما كانش صعب ما كانش فيه تحديات فظيعة اه فعلا موضوع الكتير اللي موجودة في الفيلم ممكن تكون سهلت الدنيا شوية على الاندتر الحرفة في انه يعرف يخبي الحاجات دا حاجة طبعا كلاسي جدا ولكن لما تتحط قصاد الناس اللي وجهه حاجات فيها اجتهاد اكبر تكون موجودة اونلاين وممكن نتكلم فيها طب انت توقعك ايه في الممثل الرئيسي انا بقول الجايزتين المحسومين في كل الترشيحات دا اتنين الممثل الرئيسي والممثلة المساعدة خوكين فينيكس ولورا دورد ليه لان اعجبنا احنا كقعد عريضة جدا من المشاهدين بالادوار دي بالتحديد يبدو انها متنسقة تماما مع اغلب الميول في ترشيحات الجوائز او في اعلان الفائز بالجوائز في موسم الجوائز كله على بعض عشان كده انا متوقع ان دول اتنين محسومين هو الفيلم الاجنبي برزايتا طبعا صح توقعك ايه لكل جايزة هقول توقعات دلوقتي بس ما تحسبهاش علي بقى يعني دي انا ممكن ناجي بعد كده وغيره يعني ده انطباعا كده خبط لازق مبدئيا وبعدين نبقى نتكلم في التفاصيل بست اكترس انا بتوقع رينيزي لويجر بست اكتر انا ليدنج رول خوكين فينيكس ولو في 第二 لو الرهان بفلوس ما كانش حرام كنت رهي انت بفلوس بست دايركتر سام من داس بست اكتر انiera سابورتينج رول البتشينا بست اكترس ان Dana سابورتينج رول لورا ديرن اللي كان حيفضل من الفلوس بتاعت رهاني على خوكين فينيكس كنت رحطه على لورا ديرن بست انترنشنا Josef زفت اراح فيين ايه؟ براسايت ولو فضل من فلوسي حاجة بعد لورا دير نحطها على براسايت بست أدابتد سكرين بلاي ايود سيدي يا ايريش بست أوريجنال سكرين بلاي وانس اقونا تاي من هوليود بست أنيميتد فيتشر مسنج لينك لانه يبدو ان هولي بيكسب كل حاجة بست دوكيمنتري فيتشر امريكان فاكتري عشان الوحيد اللي شفته بست دوكيمنتري سورت لأ انا حبت ليه هايس بقى فمعرفش أنيميتد شورت معرفش لايف اكشن شورت معرفش فيلم ايدتين دي ايريش من سينماتوغرافي ناينتين سبنتين أوريجنال سونج معرفش فيجول افكتس انجي بروداكشن ديزاين وانس اپون ميكاب ان هيرس تايلينج ممكن بوم شل معنيم لسه ما شفتوش بس انا بقى مدرك اللي هم عملوه في التماثل في التماثل مع الشخصات الحقيقية ممكن دي تروح للتلون بست ساوند ميكسنج دول ما بفهمش فيهم فانا حافتي تماما ساوند ميكسنج ناينتين سبنتين ساوند ايدتين ناينتين سبنتين اوريجنال سكورز جوكر بس كت دي توقعتي عشرة ولا حداشر حد يحسم يا جماعة لو في ويب سايد طلع الاحصائية بشكل دقيق انا حسبت هنا لقيتهم بيقول جوكر اتذكرت حداشر مرة منها اول واحدة جوه الارتكل اه صحيح فين افضل فيلم غالبا ما كانش لسا تعمل لها ابلود ابديت فانا لما اجي كده واعمل ابديت دلوقتي اهم اها حداشر صح صح خلاص هم عملوا ابديت ونزلوا بتاعة سوري انا لما عدتهم في الاول ما كانوش لسا عاملين ابديت حداشر جوكر واو دي ايرش من عشرة ناينتين سبنتين عشرة ستة 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 بوم شال ثلاثة هاي جوجو رابط كام جوجو رابط اقل من ثلاثة جوجو ستة بالضبط انا مش فهم انا شايف انه جايب كتير بصراحة طب رأيك في عدم ترشيح كريستين بيل انا شايف ان كريستين بيل كان حيبع عنده فرصة اقوى لو كانوا دخلوه جوا السباق بتاع الممثل المساعد لكن في الليدنج فعلا كانت فرصة ضعيفة جوكر ما يستهلش كل ده ليه تعالى نعدي مع بعض كده على انا عرف عني لسبب لا يعلمه الا الله ان انا بكره جوكر وبحقد عليه ونفسي يخسر حاجات عجيبة يعني ومع ذلك انا شايف ان هو مستحق لكل الترشحات اللي هو ترشحها دي ولو في حد شايف ان ده غير مستحق يقول لي هو شايف ان هو يقمته من انهي جايزة بالزبط يعني انهي جايزة هو شايف ان هو ما يستحقهاش باست بكتر في تسع اختيارات جوكر لازم يكون له مكان فيهم بالنسبة لي انا تلت افضل فيلم في السنة ازاي يعني لازم حيكون موجود اكتر ان اليدنج رول حد شايف ان اخوكين فيونكس ماستحقش يفوز مش بس ما يترشح اظن ان دي برضو محسومة تعالوا ما انا توقفش عندها كتير في الاختيار بس دايركتور توت فيلبس انا شايف ان فرصه كان فيها خطورة بس دخوله جانب مارتن سكورسيزي جانب كوينتين تارتين وجانب سان منداز بونجون هو هو على عينيه وعلى رأسي بس انا مش هشجعه مش هتحمق له يعني لكن بما انك غطيت التلاتة دول يبقى لازم توت فيلبس يخش خلاص ازمتي مع توت فيلبس كانت لو كان دخل مكان مارتن سكورسيزي كوينتين تارتينو او سان منداز لكن لو دخل معاهم خلاص عشانك حطيت رقم معجبهمش اخر المراجعة بالزبط بالزبط ويتش استطرف if you ask me بس ادابتت سكريم بلاي امست دخل مكان مين مين في رأيكم كان احق مدام دي ايريش انا بالنسبة لي مدام دي ايريش مان موجود في اي ما يبقى خلاص مداخل مش شايف انه فيه ازم بست فيلم ايريتنج يعني عندي عندي شوية هارد فيلنج ستورد نينتين سفنتين بس مش لدرجة ان انا اقول انه هو احق من جوكر سينماتوغرافي لازم انا لغاية قبل ما شوف نينتين سفنتين كنت شايف ان جوكر لازم يكسب السينماتوغرافي دلوقتي انا شايف انها فيها منافسة قوية بس برضو مش احسن حد احكم على النقطة دي صباح الفول لازم بالتعامل في الكاركتر بتاع جوكر بس على الاقل انا مش احسن واحد احكم على اليوم على الاطلاق فما عرفش لا بتدايق منهم ولا بفرح بيهم لازم وفي الاغلب هيكسب هو الاحق بالفوز بس ايه 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 يا جماعة ايه يا جماعة الجوكر خده ما يستحقوش هل ممكن خواكين يخسر بس لا انا شايف انه عنده ما يسمى بال تلاحظ دايما الناس وهي بتتكلم عنه في الناس اللي مثلوا لان في الترشيح هم ممثلين وطبعا دول الاكثر تأثيرا لما نيجي نتكلم في التصويت بتاع مين هيكسب في الاخر حتى لو كان له بيصوتوا ناس اكتر بكتير بس لا خلاص يعني نقدر نقول بالترشيحات دي الحملة المضادة الاحترازية اللي كانت معمولة ضد الاستقصاد السياسي لفيلم جوكر اتصور انها خلصت خلاص الحمد لله نكحت بكامل تفاصيلها وخلصنا وهي كتحملة في محلها لولا بس ان هي تشرصت لدرجة التطرف في بعض الاحيان بس هي خلاص نقت الازمة بتاعت ان الفيلم ده تم استقصده سياسيا خلصنا من النقطة دي تماما فدلوقتي وإحنا بنتكلم على مين هيكسب تعالوه نبص بقى على الناس لما بتتكلم الفايبز اللي طالعة بتأبريشيت ايه اكتر درجة الابريشيشن للبرفورمانس بتاعت خوكين فينك سواء على مستوى الجماهير او على مستوى الممثلين او على مستوى اي حد بيشتغل في الصناعة مفيش مفيش حد بيتكلم غير عنه بس يا جماعة ما ظنش ان انا عندي اي حاجة اضافية اضفها اكتر من اللي تقال في الستريم اتمنى ان الحلقة تكون ظريفة والفورمات بتاعها حلو والمناقشة والاسئلة اللي اثيرت اثناء المتابعة وبعد المتابعة تكون اثرت الدنيا اكتر واكتر وتكون ظريفة بالنسبة لكم في المتابعة الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة يا ريت تعملوا شارووا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيه عشان تكلموا الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك و تويتر و نيمو بوديو و باي باي